أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يأتي هدف ما توصل إسرائيل غاراتها على مواقع بقطاع غزة إلى ذلك استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بالإضافة إلى إصابة نحو خمسين آخرين في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة ليصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى سبعة وثمانين شهيدة من بينهم ثمانية عشر طفلة وثمانية سيدات بالإضافة إلى إصابة خمسمائة وثلاثين بجراح مختلفة